في سعي منها لاحتواء الوباء وحصي تفشيه صادقت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء على عدة تعديلات للقيود الصحية والإجاءات الوقائية حيث ستلزم التعديلات المواطنين عرض الشارة الخضراء لدى دخولهم بلك السباحة العامة المفتوحة وإلزام كونوس تحمل شارة بنفسجية بعرض لافتات خارجية لمنع مكوث أكثر من خمسين مصال فيها في آن واحد وستراقب حركة المواطنين المزمينة بالحجر الصحي من خلال تطبيق خلوية وسيشمل جميع المواطنين وليس فقط العائدين من الخارج جاء ذلك عقب رصد حوالي 11 ألف إصابة جديدة في البلاد حتى مساء الثلاثاء مع ارتفاع في عدد الوفيات ليصل إلى 7428 حالة وعلى صعيد المتصل بملف كورونا أثبتت دراسة إسرائيلية أن مستوى المضادات في الجسم بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا يكون أعلى بعشر مرات من مستوى الأجسام المضادة الموجودة في الجسم بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية وذلك بحسب النتائج الأولية لأول دراسة في العالم أجريت في مستشفى شيبة في تلها شمير وحول ذلك يوضح عضو اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة البروفيسور بشار بشارات للإعلام الإسرائيلية أن الموجة الرابعة صعبة مشيرا أن الاعتماد على التطعيمات والتقليل من الإجراءات والتقييضات في هذه الموجة كان سببا في انتشار العدوى موضحا أن بعد مرور خمسة أشهر على الجرعة الثانية تزداد إمكانية العدوى ومن هنا خرجت مطالبات بإلغاء الشارة الخضراء لمن لم يطلقوا الجرعة الثالثة وزيادة التقييضات في الأماكن المغلقة وفيما يتعلق بالبلدات العربية قال بشارات أنها لم تصل لقمة الموجة الرابعة بعد ومستمرة في تسجيل حالات الإصابة وعلى خلفية تطور الأرقام صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنات أنه ستنتهي صلاحية الشارة الخضراء للذين تطاعم جرعتين فقط ترجمة نانسي قنقر